السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل فيه الترافرس وهنقول الجزء الخامس اللي هو حاص به ضبط الترافرس او البالانسينج الترافرس وزبودت شرول او الكامباس رول هنبتدي نجيب اللاتيتيود ونجيب الدبارشة زي ما تعودنا في الجدول اللي فات بالضبط وهبتدي عمل ايه اقوله والله هاخد ناقص سيجمال لاتيتيود مضروبة في الدي على طول الضلع على مجموع الاطوال الدي اللي هو محيط الشكل والسمول دي اللي هو طول الضلع ده يديني الكوريكت لاتيتيود والكوريكت فور دي بارش اجمع جامع جابري ده يديني المركبات المصححة اما بالنسبة للترانزيت فده القانون بتاعه منختلف باخد سيجمال موديلس فور لاتيتيود يعني بغض النظر عن الاشارة هضربها في الموديلس بتاع لاتيتيود الضلع مضروبة في مقدار الخطأ في المركبة الرئاسية ده يديني مقدار التصيح ليه اللاتيتيود برضو مقدار التصيح الكوريكتشن للدي بارشار هاخد مقدار الخطأ في الدي بارشار مضروب في الموديلس بتاع الدي بارشار للضلع دوت على سيجما الموديلس فور دي بارشار نيجي بقى للأدجاسمنت باي كامباس رول او البودتش دلتا لاتيتيود يساوي اللينس مضروبة في ال-E بتاع اللاتيتيود على سيجما اللينس وسيجما او الدي بارشار يساوي اللينس مضروب في ال-Errror على الدي بارشار على مجموعة الاطوال ودي لو طبقنا القانون دوت لو حارتكوا فاكرين كان سيجما اللاتيتيود تساوي 36 من 100 فاخدنا 36 من 100 على مجموعة اطوال اضلاع الترافيرس مضروبة في طول الضلع الاولاني نفس الحكاية في الدي بارشار خدنا مقدار الخطأ في الدي بارشار على مجموعة الاطوال مضروب في طول الضلع الاولاني ده يديني مقدار التصحيح للاتيتيود والدي بارشار بتاع الضلع الاولاني اجمعهم جمع جابري على الانكوريكت لاتيتيود والنcorrected departure يبقى هنا ده الأطوال ده latitude وده مقدار التصحيح فيه ده الcorrected latitude أو adjusted latitude ده مقدار الـ departure ده مقدار التصحيح فيه وده مقدار adjusted departure لو جينا نجمع العمود ده لازم يجمع لي بسفر لو جينا نجمع العمود ده لازم يجمع لي بسفر يبقى الجدول ده هو جدول لتصحيح أي مضلع traverse closed traverse باستخدام ما يسمى البودتش ميسود أو الكمباس رود